السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذي في السنة الثانية متوسط لحتى أولياء تلاميذ لم يشاهدوا فينا كالعادة معكم الأسدى ياسمين ويا الله أبنائي وبناتي بعد ما حلنا الأسبوع الفارط المواد يعني فروض المواد الأساسية قلنا درنا اللغة العربية الفرنسية الإنجليزية الرياضية إضافة إلى العلوم والفيزيك هذا الأسبوع إن شاء الله راح نحل مواد الحفظ هكذا ننضمو رحنا خير وشي بقنا في مواد الحفظ احتبقى لتاريخ والجغرافية التربية الإسلامية والتربية المدنية إذن قلنا بالنسبة لمواد الحفظ أبنائي لازم عليها نلخص سواء دروسي ولا نحفظ بين الكراس كما حبيته كل واحد ياخد راحته لكن الحفظ التاعي لازم نخليش هكذا مش نروح نحفظ ومن بعد تمنح لحتى نموذج ولا منح لحتى فرض ونروح هذا خطأ فادح إذن أبنائي قد ما قدرته حلوا النماذج شعال فروض بش هكذا تلاحظوا أن الأسئلة كين حتى اللي تتكرر يلا بدون إطالة احنا راح نديروا هذا النموذج مع بعض منها رانا نحلوا ومنها أبنائي نديروا مراجعة إذن الوضعية الأولى والتمنين الأول يقول لي قال الله تعالى ويل للمطففين حتى إذا تتلى عليهم آياتنا قال أساطر الأولين بينهش يقول لي السؤال أكمل الآيات الكريمة وضبطها بالشكل التام إذن لأبنائي صورة المطففين لازم علي نحفظها كاملة علاش أستاذة نحفظها كاملة لأنه يقدر يعطيني أدل مني البداية مع أنه يقول لي أكمل الآيات تاعك في البداية يقدر يعطيني الآيات من الوسط كما يعطيني يقدر يعطيني الآيات الأخيرة إذن أنا لازم علي نحفظها أولا باش نربح رضا الله هذه من الحالية وتاني باش هكذا ما نخطأش في كلام الله كي نكون راح نجوز فرط أو اختبار إذن يلا هذا بالنسبة للسؤال الأول السؤال الثاني اشرح ويل المطففين تسنيم حذاري يعني أنا يعطيكم دايما الملاحظات ليخطئوا فيها أغلبية التلامين بالنسبة للشرح نحفظ الشرح من الكتاب المدرسي تاعي لأنه الشرح يقدر الأستاذ ولا الأستاذة يكتب لي بعض يعني الأمثلة فقط ثلاثة خمسة إلى غري ذلك في الكرس لكن أنا ملزوم علي نحفظه من الكتاب المدرسي حذاري السؤال الثالث يقول لي تحدثت الصورة عن طائفة من التجار من هم وشرح شكون طائفة التجار اللي هضرت عليهم هلتو هم تجار ملاح ماشي ملاح إلا غري ذلك وحن نشرح رابعا وأخيرا في الوضع يقول لي ما هو الباعث الذي يدفع هؤلاء التجار لهذا الفعل ماذا هي الحاجة اللي خلت هذلك التجار يديرون فهذا كالشي إذن يلا اللي يفهم الصورة هذه يقدر يجاوب عن هذه الأسئلة يعني يعرف فقط كيفاش يستعمل اللغة العربيتها نمر إلى الوضعية الثانية اللي قال لي الإيمان بالملائكة عليهم السلام مركن عظيم من أركان الإيمان إذن يلا أبنائي أركان الإيمان لازم كامل نمن بهم نفهم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره إذن أول شي عرف الإيمان بالملائكة يلا قال لي غير عرف غير الإيمان بالملائكة من خلال ما درست أذكر ميزتين من مميزة الملائكة إذن عرفوا إحنا الملائكة عندها قدرات ما يقدرونش عليها البشر إذن تعطني زوج فقط للملائكة مهام كثيرة ومتنوعة حد ثلاث منها إذن يلا كل ملائكة ربي وشاطهم كما نقول الأدوار التحهم إنت أعطني تلت من هذه الأدوار ولا المهام نمر إلى الوضعية الإدماجية إذن أبنائي واشتقول لي قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها من صورة التوبة الآية 103 السياق الزكاة وركل عظيم من أركان الإسلام أمرنا الله بأدائها لأنها تطهر للنفس والمال إذن التعليم أو ما طلبا منها أكتب فقرة تعرف فيها الزكاة وتبين حكمها أنواعها والأموال التي تجيب فيها الزكاة إذن يلا الوضعية الإدماجية رح نهضر فيها على كامل درس الزكاة يعني أقول لكم درس تعالى لازم تحفظ عن ظهري قلب خاصة الوضعية الإدماجية اللي عليها 8 نقاط مع فهمي إذا الوضع الإدماجي تقدر تبدأ من 6 تحت 8 نقاط لازم عليها نهضر فيها كامل على الدرس التاعي ولا نكتب كامل درس التاعي باش نقدر ناخد عليها علامة مليحة إذن يلا أبنائي بدون إيطالة نبدأ ونحلوا هذا الفرض مع بعض إذن نبدأ بتصحيح لوضعية الأولى اللي عليها 6 نقاط تلق للسؤال الأول إتمام الآيات وضبطها بالشكل التام إذن قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أليك أنهم مبعوثون اليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لا في سجين وما أدرك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذن أبنائها دي بالنسبة قلنا للآية يعني الآيات تعي من الأولى حتى الثانية عشر من صورة المطففين إذن الله الشرح لي بعدما كملتها وقدرتها صحيحة شوفوا عليها تلت نقاط إذن حذري شوفوا الآيات إذا قلوا لكم كملوها عارفوا باللي راهي الدور ما بين ثلاثة واربعة مفهم؟ هذا الحدث لا تلحق ربعة ومصر على حساب قلنا الآيات الشرح التعي شرح المفردات إذن ويل هو وعيد بالعقاب وتهديد بالعذاب الشديد كي رب يقولنا ويل مع أنت حذاري ثم حذاري مفهم؟ إذن يحدرنا ويعني تهديد هذا تهديد شديد بالعذاب الشديد من هم المطففين؟ إذن المطففين هم المنقصين في الوزن والكيل بعدها نعطيكم مثال أنا نروح مثلا نشري كيلو تعا بطاطا ولا ما يهمش أنا أعطي قتله أعطيني قس كيلو هو مثلا زاد في هذك الميزان أعطاني غير شوية بطاطا يعني كما احنا نقوله نقص لي نقص من هذك الوزن مفهم؟ في فلاصة الزعب ما نقوله أعطاني كيلو أعطاني أقل هذك هما المطففين هم اللي نقصوا في بالهم راهم هكذا يربحوا لكن هذا أبنائي خطير جدا وجدا تسنيم مع أنت عين عالية في الجنة مفهم؟ إذن كين طلحتوا حتى البنات وسمهم تسنيم اللي هي عين عالية في الجنة إذن يلا هذا بالنسبة إلى شرح المفردات التعلم السؤال الثالث يقول لي على ماذا تحدثت الصورة؟ شكون هما الطائفة عن التجار إذن أبنائي تحدثت الصورة عن طائفة من التجار لهم ما نسموهم مطففين الذين يزيدون وينقصون في الكيل والميزان ما تشوفوا من زيد من نقص جا واحد طلب ثلاثة كيلو نعطي له ثلاثة ما نزيله عليها من نقصوا عليها لأنها حرام عفهم؟ يلا الباعث وشنو الباعث اللي الحاجة اللي تخليهم يديروا هاد الشيء؟ إذن الباعث الذي يدفع هؤلاء التجار لهذا الفعل هو طمعا في الربح الكثير وقلنا أبنائي هذا خطأ؟ ولا بالعكس؟ هذا موش مثلا يقدر يربح في الضرهام هي صحيح عندما ينقص في الكيل والميزان هو يربح في الضرهام لكن الخسارة ستكون شديدة عند الله سبحانه وتعالى سواء في الدنيا ولا في الآخرة معناتها الجزء التاعه رح يجي في الدنيا قبل ما يلقى العذاب الشديد في الآخرة إذن هذه بالنسبة إلى الثمانين الأول يقولنا أبنائي كل شيء ماذا بكم نفهموه قبل ما نحفظه نفهم ممطر بإسلامية تاريخ جغرافية مدنية ماذا بكم تفهموها قبل ما تحفظوها قولوا لي أستاذ علاش لأنه نقدر ننسكاش حاجة نفهم نكون حفظة عن ظهري قلب لكن كي يجيني فرضوا للاختبار مع هادك قلة التركيز والخوف هادك ننسى إذن على الأقل ندير الفهم التاعي يلا نمر إلى الوضعية الثانية اللي قل يعرف الإيمان بالملائكة إذن الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان وهو التصديق الجازم والإقرار بوجود مخلوقات خلقها الله من نور لطاعته وعبادته لا تأكل لا تشرب ولا تتنسل معتها لا تتكاثر إذن أبنائي هادا هو وشنو معتها الإيمان بالملائكة هو أني نصدق وشنو الجازم معتها 100% ما يكوش عندي شك والإقرار بوجود مخلوقات إذن الملائكة هي مخلوقات ليس كما البشر خلقها الله من ماذا وهي مخلوقة من نور الخدمة التحى 100% طاعة الله وعبادته ما تكل ما تشرب ما تتكثر الخدمة التحى غير تطيع الله وتعبده هذه هي الملائكة وماذا تعرف بها ميزة من هذه المميزة الملائكة إذن أبنائي هي مخلوقات من نور العبودية التمللة عز وجل معتها قلنا ما كاش حاجة تلهيها عندها غير تعبد الله سبحانه وتعالى هو تطيعه القدر على التشكل بإذن الله معتها تغير الشكل التحى طبعا بإذن الله كي إذنها ربي سرعة التنقل معتها سرعة التنقل رهيبة معتها بشي كما احنا ثلاث هدي بالنسبة قلنا عند أقلي أعطيني ميزة فقط نتبخيروا أبنائي اللي حبيتهم إذن تكتبو زوج فقط تعتبر إجابة كاميرا أعطيني الثلاث مهم للملائكة وشي ديروا تصريف شؤون الكون والمحافظة على الإنسان طبعا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى معتها شؤون الكون هما يتدبروها ويحافظو على الإنسان مفهوم تبليغ رسالة الله المرسلي مثل جبريل عليه السلام القيام بشؤون الجنة وأهلها والقيام بشؤون النار وأهلها إذن تفكروا وديروا في بلكم لكل ملائكة عندها المهمة الخاصة بها مفهوم كل واحد وشي دير مثلا الملائكة اللي تكون في الجنة وتهتم بشؤون الجنة وشؤون الأهل تعل الجنة ربي يجعلنا منهم جميعا إن شاء الله ليست هي نفسها الملائكة اللي تهتم بشؤون النار وأهل النار وهكذا إذن أبنائي عطوا لهم تمام تلت مهن نمروا الآن إلى الوضعية الإدماجية بالنسبة قلنا للوضعية الإدماجية أبنائي دوما دوما نكتب فيها الدرس التعيين نبدأ بتعريف الزكاة نعطي الحكم التحة الأنواع التحة كذلك والأموال التي تجي فيها زكاة دايما نقول لكم استخد مقالمة رصص بش تعرفوا وشاوي حب قال لي عرف الزكاة أعطيني الحكم التحة وهجيبة مستحبة إلى غير ذلك أعطيني الأنواع التحة وشنو ما أنواع الزكاة والأموال التي يجب أن تكون فيها تلك الزكاة ودايما وش نقول لكم ديروا النص الشرعي وشنو هو النص الشرعي مع أنت سواء قول الله سبحانه وتعالى ولا حاديث دايما إذا ما نسيت حاديث ولا ما عرفت شو ولا نستخدم وش عطاني الدليل الشرعي اللي موجود في السندة التاعية ما فهم يعني تقريبا 90% في السندات التاعكم قول الله تعالى ولا الرسول عليه الصلاة والسلام نقدروه هذا صحيح أنه نستخدموه في الوضعية الإدماجية تعالي مدام ما أعطانيش اللي هناش حال عندي من سطر ندير الأسطور اللي حبينا طبعا ماشي ندير خمسة ونقول لي يعطيني مليح إذن الأسطور يبدو من 8 وطلع مفهم لأن نورنا ثانية متوسط ديروا في بلكم أيضا أبنائي كي نكون مثلا نكتب في الأنواع ولا حاجة فيها مطات عمر إلى الوضعية الإدماجية ندير فيها مطات إذن حبيت الفكرة هاي الفكرة الأولى فاصلة نزيد الفكرة الثانية فاصلة وهكذا مفهم حداري المطات لكم حفظينهم في راسكم تحبوا تكتبوهم في المسود تكتبوهم مطات بسحكين جي راح نحطها في الوضعية نحطها على شكل نقاط فاصلة الجملة فاصلة وهكذا مفهم إذن هذا كان بالنسبة لفرض التربية الإسلامية للثانية متوسط للفصل الأول كالعادة أبنائي اللي عنده سؤال استفساري خليوا لي في التعليقات نجاوب إن شاء الله اللي في أقرب وقموكين وكما أقولكم كالعادة بتوفيق إن شاء الله